ربطيكم ألف عافية معكم أخوكم محمد أبو العزر هنكمل بتجارتنا مع رب العالمين وبشرحنا بدرس الثاني من أحياء الصف التاسع من الوحدة الأولى طيب إحنا بالفيديوهات السابقة هكينا عن شو يا جماعة يلا نتذكر بالفيديو السابق هكينا عن مراحل تطور يعني عليكم مراحل تطور العلوم الحياتية واحدة من هاي المراحل زي ما أنتوا لاحظتوا كان مرحلة عصر النهضة مرحلة عصر النهضة اللي تم فيها اختراع الأول مايكروسكوب تمام مجهر مركب أو مجهر ضوئي تمام اختراعوا لوفنهوك زي ما تذكرين وحكينا أنه العصر اللي بعده هو العصر الحديث اعتمد على هاي الاختراعات وعلى هاي الأشياء اللي صنعوها بعصر النهضة زي المايكروسكوب وقدرنا بالاعتماد عليهم أنه احنا نكشف أشياء عظيمة ونوصل لتطور عظيم على المستوى الدقيق خصوصا في علم الوراثة زي ما أنتوا لاحظتوا في العصر الحديث بالإضافة أنه جبنا هاي الأدوات والآلات اللي تمت صناعتها بعصر النهضة وطورناها بالعصر الحديث فالمجهر اللي تم صناعته من قبل لوفنهوك اتطور عدة مرات وهذا اللي رح نحكي عنه بإذن الله تعالى في آخر جزء من هذا الدرس فهنا شو بقولونه أدوات العلوم الحياتية يعتمد تطور العلوم الحياتية على الأدوات المستخدمة في البحث والاستقصاء فكلما كانت الأدوات أكثر دقة ومتطورة أكثر صار سهل على العلماء أنه يبحثوا ويستكشفوا الحياة على كوكبنا وهسا بنا نحكي عن أبرز هاي الأدوات أول هاي الأدوات وأبرزها هو المجهر الضوئي أو اللايت مايكروسكوب اللايت مايكروسكوب أو المجهر الضوئي اللي بإذن الله تعالى أغلب اللي رح يدخلوا مجال طبي أو يدخلوا أحياء هيدرسوا هذا الموضوع أول سنة بالجامعة أول سنة يم يعني أنت حابت تدرس طب مستقبلا هذا الموضوع بأول مادة أنت رح تأخذها بالجامعة تدرس هذا الموضوع بس بالإنجليزي مش بالعربي ورح يكون سهل وبسيط بإذن الله تعالى بالإضافة أنه كمان رح يرجع يدرسوا البعض مش الكل منهم بمادة عملية جوا المختبر تمسكوا مايكروسكوب وتعرفوا أجزاء وتستخدموا وتشوفوا عليه كمان عينات فأول نوع قلنا المجهر الضوئي مين اللي اخترعوا؟ احنا عرفنا أنه المجهر الضوئي أو المجهر اللي تم اختراعه في البداية اخترعه عالم اسمه لوفنهوك متى هذا الحكي؟ بالقرن السابع عشر فأول مجهر تم اختراعه في القرن السابع عشر وطبعا من بعده تطورت صناعة المجاهر الضوئية إلى يومنا هذا فصار عنا مجاهر ضوئية بتستخدم أشعة متخلين لأي درجة مش ضوء أشعة وطبعا هذا الحكي بيخلينا نفكر شوي أشعة ضوء طيب ليش احنا سميناهم مجهر ضوئي؟ وليش البعض بيحكي عنه المجهر المركب؟ وليش في البعض بيقول عنه المجهر البسيط؟ في الناس بيقول عنه المجهر التشريحي اللي هو عدة أسماء؟ فخلينا نترك هاي الفقرة وتركزوا معي شوي هاي من أحلى الشغلات أنا بحبها بالأحياء أول إشي لما إحنا نيجي على المايكروسكوب إحنا عنا نوعين من المايكروسكوبات المايكروسكوب يعني مجهر عنا نوعين رئيسيات مجهر من سميه الإلكتروني هنحكي عنه إذا الله شاء ممكن بالفيديو الجاي وعنا مجهر من سميه الضوئي ومن التسمية إحنا رح نعرف كل واحد شو استخداماته يعني من التسمية هنعرف إنه الضوئي باعتمد عشو عالضوء والإلكتروني باعتمد عشو عالإلكترونات يعني إشي إلو علاقة بالإلكترونات وإلو علاقة بإشي يعني ذري وأشعة إشي عظيم جدا تمام وعميق مناش نحكي عنه نيجي على المايكروسكوبات اللي بتعتمد عالضوء كيف يعني بتعتمد عالضوء؟ يعني بتعتمد على الضوء كمصدر في عمل أو في نظام المايكروسكوب يعني نظام المايكروسكوب ما اعتمد عالضوء نظام المايكروسكوب الضوء اللي موجود في الميكروسكوب هو اللي بسبب إنه العينة تطلع كبيرة ماحنا منستخدم الميكروسكوبات عشان إيش؟ عشان شوف العينات بحجم كبير صح؟ نحط والله خلية صغيرة بأشوفها كبيرة بالميكروسكوب أحط والله كائن حي صغير فأشوفه كبير لما أطلع بعدسات الميكروسكوب فلإنه وظيفة الميكروسكوب التكبير واحد منهم واحد الميكروسكوبات اللي بيعتمد على الضوء في أداء هاي الوظيفة فنحكي عنه الميكروسكوب الضوئي أو المجهر الضوئي طيب لو جينا على هذا المجهر الضوئي رح نلاحظ فيه شيء عجيب ننزل على الصورة الموجودة هنا رح نلاحظ أنه أول المجاهر اللي تم اختراحها فيها عدسة وحدة فمنحكي عنه المجهر البسيط فيها عدسة وحدة بتكبر لي العينة بالاعتماد على الضوء طبعا ولكن من بعدها تم اختراع مجاهر فيها أكثر من عدسة ولأنها أكثر من عدسة ما بحكي عنها مجهر بسيط بحكي عنها المجهر المركب طيب هس هذا المجهر المركب بيكون فيه أكثر من عدسة هذول العدسات إيش؟ بكون طبعا أنواع شو من أنواع العدسات في المجاهر المركبة؟ في المجاهر المركبة عندي نوعين من العدسات نوع بسميها العدسة العينية ونوع بحكي عنه العدسة الشيئية بالانجليزي بنحكي عنهم الأوكيولار لينس والأوبجيكتيف لينس هسا العدسات العينية تمام هي العدسات اللي أنا بستخدمها علشان أشوف العين يعني أنا بحط عيني على هاي العدسات اللي فوق عشان أقدر أشوف العين وهاي العدسات بالعادة بتكبر عشر أضعاف عادة مش دايما الرقم مش مكتوب عندكم بس هاي معلومة لكم رأتخذوها كمان مستقبلاً زا أول شاء بتكبر أكم ضعف يا محمد عشرة عادة يعني لو أنا استخدمت بس العدسات العينية رح تكبر لي حجم العينة عشر أضعاف زي كأني عملت زوم عشر مرات طيب أما العدسات الشيئية هاي اللي تحت أنا ما بحط عيني عليها هي بتكون أقرب للعينة هنا بحط العينة اللي بدي أشوفها تحت وبتكون العدسات الشيئية أقرب للعينة وهاي العدسات كمان رح تقوم بعملية تكبير العينة طبعاً بالعادة العدسات العينية العينية اللي فوق بتكون عندي يا عدسة واحدة بالمجاهر المركبة يا عدستين أما العدسات الشيئية بكون في عندي عدد من العدسات واللي بيختلف انه العدسات العينية بالعادة اللي بحط فيها عليها عيون الثنتين تكون مرة عدسة واحدة او عدستين بيكون تكبيرهم ثابت يعني كيف يعني نفترض انه تكبيرهم الثنتين مع بعض عشر اضعاف زي ما قلت لكم بينما العدسات الشيئية لا العدسات الشيئية كل عدسة بيكون لها تكبير مختلف يعني في عنا العدسة هاي الصغيرة بيكون تكبيرها عادة اربعة مثلا بديش تحفظوا انتوا ارقم العدسة اللي بعدها تكبيرها عادة بيكون عشرة اللي بعدها تكبيرها بيكون اربعين اللي بعدها تكبيرها بوصل لمية وفي بعض الميكروسكوبات ممكن يوصل تكبير العدسة الشيئية لمتين تمام فانا كل ما بدي ازيد قوة التكبير شو بعمل بكون بطلع بالعدسات العينية هنا على العينة وبحرك هذول العدسات بختار العدسة اللي بدي اياها وكل ما حرك العدسة كل ما حطيت عدسة تكبيرها اكبر كل ما بينت الصورة على إنها أكبر وأوضح فأنا بتحكم بالتكبير زي ما بدي عن طريق التحكم بالعدسات الشيئية الموجودة طيب فهمنا هسا هاي الفكرة طيب هسا لو جيت أنا سألتكم تسألكم سؤال بعدين رح ندرسوا هذا الموضوع بس أسألكم إياه بالأول لو جيت قلت لكم إنه العدسة العينية تكبيرها عشرة والعدسة الشيئية اللي أنا مختارها حاليا موجودة عندي على الميكروسكوب وبتطلع برضو من خلالها قديش تكبيرها؟ تكبيرها مية حلو؟ يعني إنها يأتي بتطلع العدسات هاي اللي فوق تكبيرهم عشرة مثلا والعدسة هاي الموجودة حاليا المفعلة اللي قاعدة تشتغل في الميكروسكوب تكبيرها قديش مية فلو جيت قلت لكم أنا قديش مكبر العينة؟ يعني العينة الصورة اللي أنا شايفها معمولي لها زوم أكم مرة؟ عشر مرات؟ ولا ميت مرة؟ ولا عشرة ضرب مية؟ يساوي ألف مرة تكبير آه فأكيد رح يكون التكبير الكلي للعينة عشرة اللي هو العدسات العينية ضرب مية العدسات الشيئية ويساوي ألف مرة تكبير أنا ما بدياكم هسا تتعمقوا بهاي النقطة هنجي لها ونشرحها بس أنا قاعد بعطيكم هسا زي دليل أو زي إشارة للي رح نحكي عنه بعد شوي بإذن الله طيب أنا هيكا قدرت أني أفهم العدسات في الميكروسكوب ولو جيت كمان عشان أفهم أجزاء الميكروسكوب الضوي أكثر فبطلع عليه بلاقي أنه في عندي هنا كمان قرص هذا القرص اسميه القرص الدوار من خلال هذا القرص بحركه فبختار فبشغل العدسات الشيئية بختار العدسة الشيئية اللي أنا بدي إياها بالتكبير اللي موجود فيها عشان بهالطريقة بقدر أتحكم بتكبير العينة زي ما بدي بالإضافة أنه بتكون العينة حكيت لكم موجودة هون هاي منسميها اللي باللون الأسود منسميها المندضة أو المنصة وبكون عليها زي كلبسات لونها أبيض نحكي لها أمثبت الشريحة بنحط عليها العينة ومنثبت عليها العينة بالإضافة في عنا هنا خلينا نحكي زي مفتاح مفتاح تحكم هم مفتاحين مع بعض مفتاحات صغير بنحكي له الضابط الصغير والمفتاح الكبير بنحكي له الضابط الكبير هذا التحكم بالاتجاهات مش مهم هسا نعرفه في عندي كمان هنا مفاتيح بنحكي لها ضوابط المندضة اللي ها علاقة بالتحكم كمان بالاتجاهات التحكم بالحركة اللي رح تصير في المايكروسكوب بالإضافة أنه بكون في عندي هنا مصدر للضوء وفي عندي جزء منحكي له الحجاب الحدقي الديافرام هذا الجزء هو عامل زي كأنه زي شباك بيسمح لكمية معينة من الضوء أنها تمر من خلاله فهاي هي أبرز مكونات المايكروسكوب طبعا هذا الضراع وهاي قاعدة المايكروسكوب إحنا هيك عرفنا أبرز مكونات المايكروسكوب بسيطة صح؟ فهنا شو بحكولنا؟ بقولولنا إنه فعنا المجهر البسيط اللي يحتوي على عدسة واحدة وفي عنا المجهر المركب اللي بيحوي على عدد من العدسات الشيئية وعدسة عينية واحدة أو ثنتين زي ما حكيت لكم وهاي العدسات الشيئية يمكن التبديل بينها بحرك القرص الدوار فببدل ما بين العدسات زي ما بدي وكل عدسة لها تكبير معين فأنا لما أحرك القرص بختار التكبير اللي بدي زي كني بتحكم بالتكبير طبعا إحنا لغاية هسه عرفنا شو؟ قاعدين بنحكي عن أنواع المجاهر الضوئية عرفنا المجهر البسيط وعرفنا المجهر المركب طب في نوع ثالث من المجاهر بنحكي له المجهر التشريحي اللي هو هاض هاض بحكي له المجهر التشريحي طيب هسه صار في عنا ثلاث أنواع من المجاهر مركب وبسيط وتشريحي ثلاث أنواع من المجهر الضوئي طيب يا ترى البسيط والمركب عرفنا شو الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم بيكون بعدد العدسات طيب المجهر التشريحي شو بفريق عنهم؟ خليني أحكي لكم المجهر البسيط والمركب نركز على المركب المركب هو بيكون مبدع عمله أنه لازم العينة الموجودة عليه تكون رقيقة وشفافة ليش رقيقة وشفافة؟ علشان لما أجي أحط العينة هون طلعوا بحط العينة هون تمام؟ قلنا نغير اللون بس عشان تكون أوضح الصورة بحط العينة هون تمام؟ فهاي مصدر الضوء وكل المايكروسكوب بيشتغل على الضوء فالضوء اللي هون اللي من مصدر الضوء شو بده يعمل؟ بده يمر عبر النافذة اللي اسمه الحجاب الحدقي تمام؟ تخترق العينة الموجودة عندي وتمر عبر العدسات الشيئية فيتم تكبيرها وتمر عبر العدسات العينية فيتم تكبيرها أكثر وأكثر وأشوف الصورة مكبرة قديش؟ مكبرة تكبيرين تكبير العدسات الشيئية تكبير العدسات العينية مع بعض تمام؟ فهذا هو مبدأ عمل المايكروسكوب المركب عشان يكش العينة لازم شو تكون رقيقة كثير تمام؟ وشفافة أما المايكروسكوب الثاني اللي هو بنسميه المايكروسكوب التشريحي اللي هو هذا تمام؟ منلاحظه أنه ما في عندي حجاب حدقي ما في عندي منضبة ما في هاي الشغلات ما في مثبت شريحة ما في هاي الأمور أنا باجي بحط الشريحة أو بحط العين العينة هي الشريحة بحط العينة هون تمام؟ مباشرة وشو بعمل هاي مصدر الضوء؟ شوفوا المصدر الضوء هون مش زي المايكروسكوب المركب بكل مصدر الضوء تحت العينة لا مصدر الضوء هون فالمايكروسكوب مصدر الضوء هيطلق الضوء وين على العينة نرسم العينة بالأصفر زي ما كنا نعمل هي العينة هون بالأصفر فرح يطلق الضوء على العينة العينة ما رح تكون شفافة ولا رح تكون رقيقة رح تكون سميكة فرح تحكس الضوء لما تحكس الضوء الضوء رح يطلع بالعدسات الشيئية وبعدين من العدسات الشيئية رح يمر عبر العدسات العينية فيطلع الضوء مكبر بالعدسات الشيئية أو الصورة تطلع مكبرة بالعدسات الشيئية والعينية يعني المجهر المركب هو حرفياً لازم العين تكون فيه رقيقة شفافة عشان الضوء يخترقها أما بالمجهر التشريحي العين لازم إنا تكون سميكة تمام مش شفافة عشان الضوء ينعكس من عليها تمام طيب هذا الأمر بخلينا نستخدم المجهر المركب عشان نشوف خلنا نقول العينات قلنا الرقيقة الشفافة بينما المجهر التشريحي لش سميناه تشريحي لأننا بشوف فيه عينات أول إشي سميكة كبيرة شوي فدائماً هاي العينات بتكون زي الحشرات فأنا بجيب حشرة صغيرة بحطها في المجهر التشريحي عشان أقدر أستخدمه في عملية التشريح أكبر صورة الحشرة وأشرحها تحت المجهر تمام؟ عشان يكسميناه مجهر تشريحي طبعاً بدرس أحياء رح يستخدم هذا المجهر هذا المجهر في عملية تزاوج للذبان بعملوها طلاب الأحياء في المختبرات يعني هاي من المعلومة الحلوة المهم نرجحه فهون شو بقولونا؟ بقولونا إنه النوع الثالث المجهر التشريحي يراع في العين المراد دراستها باستخدام المجهر الضوءي المركبها زي ما شفنا إنها تكون سماكتها قليلة نحيفة رقيقة وتكون شفافة عشان يدخل لها الضوء أما المجهر التشريحي إنها تكون العكس سميكة وبنفس الوقت مش شفافة عشان تعكس الأشعة الضوئية عن سطح العينة فالعينات في المجهر التشريحي زي كأنها حشرات زي ما قلت لكم أشياء للدراسة ما يعني عدم الالتزام بأن تكون شفافة يعني ما تكون العينة شفافة في المجهر التشريحي أنا شرحت لكم أجزاء المجهر فهونا بقولونا ما أجزاء المجهر الضوئي المركب بشكل أساس الضوء المركب لازم يكونوا عارفين أجزاؤه وبالجامعات بإذن الله تسعى اللي راح أكمل أي مجال طبي هتعرفوا غالبا الأجزاء مع الوظيفة طيب نيجي هسا نحكي عن آخر شغلتين بخصوص المجاهر الضوئي منسميه التكبير صح؟ فمنلاحظ أنه كل مايكروسكوب له قدرة التكبير الخاصة فيه زي التليفونات كيف كل تليفون بيكون له مواصفاته الخاصة من ناحية قدرة بطارية أو من ناحية دقة كاميرا أو حتى من ناحية ساعة تخزين نفس الإشي المايكروسكوبات أجهزة زي التليفونات فكل مايكروسكوب له مواصفاته الخاصة من ناحية التكبير ومن ناحية الدقة فكل مايكروسكوب له درجة وضوح معينة ودرجة تكبير معينة نبلش بالتكبير فهنا بقولونا انه احنا منستخدم بالعادة العدسات جوات المجهر ليش عشان نكبر العينة زي ما قلت لكم وحكيت لكم انه العدسات اللي في المايكروسكوب بتكبر العينة مش مرة ولا مرتين لا ممكن تكبرها يعني عدد مرات كبير من تقريبا اقل اشي اربعين مرة بيوصل لألفين مرة تكبير يعني كنت بدعمل زوم على العينة ألفين ضعف تمام وطبعا هون بقولونا في عنا مصطلح اسمه قوة التكبير شو قوة التكبير هو عدد مرات تكبير المجهر للعينة لصورة العينة عدد مرات تكبير المجهر لصورة العينة شو بسميه قوة التكبير فكل مايكروسكوب له قوة تكبير خاصة فيه تتراوح من اربعين زي ما قلت لكم لقداش لألفين تقريبا على حسب المجهر او على حسب الميكروسكوب نوعه طيب عشان انا احسب قوة تكبير الميكروسكوب اللي انا عندي شو بدي اسوي عشان احسب قوة التكبير الكلية لمجهر معين او لميكروسكوب معين انا في عندي طريقتين شو اني هذول الطريقتين خلينا نشرح لكم اياها في عندنا طريقة الاولى هي طريقة جدا بسيطة الثانية كمان هي بسيطة بس ممكن بدا شوية تحسى بعض نجح على الطريقة الاولى الطريقة الاولى قوة التكبير الكلية بتساوي قداش تكبير العدسة العينية ضرب قداش تكبير العدسة الشيئية المستخدمة يعني لو انا قاعد بستخدم عدسة شيئية تكبيرها اربعين وعدسة العينية تكبيرها عشرة اضربوا العشرة في الاربعين بطلع للتكبير الكل لكل هذا الميكروسكوب اللي فيه عدسات عينية وشيئية مع بعض فتكبير العدسة العينية والشيئية مع بعض مضربات في بعض بعطيني التكبير الكل للميكروسكوب هاي من أكثر الشغلات البغلط فيها طلاب الجامعة أعطيكم من هسا يعني شوفوا قده شي بسيطة بس من أكثر الشغلات البغلط فيها طلاب الجامعة طيب مثلا نفترضنا التكبير للعدسة العينية 10 العدسة الشيئية 40 10 ضرب 40 400 فبقول التكبير الكلي قداش قوة التكبير الكلي 400 مثلا 200 العدسة الشيئية و 10 العدسة العينية 10 ضرب 200 بطلع الجواب 1000 100 عادة بتكون 100 العدسة الشيئية و 10 العدسة العينية 10 ضرب 100 ويساوي قداش ويساوي 1000 على حسب العدسة الشيئية اللي أنا قاعد بستخدمها في المايكروسكوب تمام طيب فهنا بقولونا لحساب قوة التكبير الكلي للمجهر لازم انه احنا نعرق قوة التكبير للعدسة العينية و قوة التكبير للعدسة الشيئية فاجيب قوة التكبير للعدسة العينية والشيئية و شو اعمل اضربهم اضربهم في بعض بهالطريقة انا بقدر اعرف قوة التكبير الكلي لكل المايكروسكوب و طبعا قوة التكبير الكلي للمايكروسكوبات بتتراوح ما بين 40 ل 2000 تمام طيب في طريقة ثانية محمد لقياس قوة التكبير اه شوي الطريقة الثانية الطريقة الثانية هاي مبنية على القياس بالمايكروسكوبات في زي مصطرة موجودة على المنطدة مكان ما احط العينة في مصطرة تمام هاي المصطرة احنا بنحكي لها التدريج في تدريج في المجهر ها التدريج او هاي المصطرة بقدر من خلالها ان اقيس طول العينة و اقيس حجمها فانا قدرت ان اقيس طول العينة و حجمها اللي هو اشي جدا دقيق اللي هو طول العينة الحقيقي قدرت اقيسه بهاي المصطرة طيب و انا قاعد بتطلع في المايكروسكوب فيه كمان عندي تدريج ثاني بقدر منه ان اطلع أني أعرف طول الصورة المكبرة عندي اللي هو الطول المش حقيقي الطول بعد التكبير فصار في عندي طول الصورة المكبرة والطول الحقيقي للعين بقسمهم على بعض فبعطيني قوة التكبير يعني لو افترضنا لو افترضنا أن طول الصورة يعني شو يعني طول الصورة يعني هاي الصورة مش حقيقة هاي الصورة بعد التكبير طول الصورة كان 50 ملي متر 50 ملي أما طول العين الحقيقي كان قديش 1 بالعشرة ملي فأنا شو بعمل بقول طول الصورة الإشي بعد التكبير 50 على الطول الحقيقي قبل التكبير اللي هو 1 بالعشرة يعني الطول بعد التكبير على الطول قبل التكبير قديش رح يطلع لي؟ بطلع لي عندي قديش تم التكبير أكمل 50 تقسيم 1 بالعشرة بطلع الجواب 500 فأنا بعرف إنه تم تكبير العينة قديش؟ 500 مرة فأنا بقدر من موضوع العدسات إنه أضرب قوة التكبير العدسة العينية بالشيئية أطلع لي قوة التكبير وبقدر بنفس الطريقة أو خلينا نقول بطريقة مختلفة إنه طلع قوة التكبير عن طريق نقسم طول الصورة اللي هو الطول بعد التكبير على الطول الحقيقي اللي هو الطول قبل التكبير بكل بساطة طيب آخر إشي قبل ما ننهي بإذن الله تسعى للفيديو هذا كان شوي طويل هنحكي عن شيء منسميه قوة التمييز يعني قلنا أول مواصفة من مواصفات المايكروسكوب اللي هي قوة التكبير وعرفنا كيف قوة التكبير هاي منتحكم فيها تمام؟ وكيف منحسبها كمان بطريقتين مش طريقة واحدة المواصفة الثانية هي قوة التمييز أو قوة الدقة أو قوة الوضوح اللي احنا بنحكي لها بالإنجليزي Resolution Resolution؟ آه انتو هالسجيل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي فلما تيجوا تنزدوا صورة من الفيس هاي الصورة تكون هي كان بكسلة مش واضحة شو بتقولوا؟ والله وضوحها قليل صورة ثانية بتكون جودتها عالي شو بتقولوا؟ والله هاي الصورة جودتها عالي ووضوحها عالي تمام؟ ايش هو الوضوح؟ في ناس بلفظوها بالإنجليزي بيقولوا والله هاي الصورة Resolution فيها عالي والله هاي الصورة Resolution فيها قليل طيب انتو كيف تقدروا تحددوا ان الصورة وضوحها عالي الريزوليوشن عالي او الريزوليوشن قليل بكل بساطة بنطلع على الصورة بعض الصور انا مثلا لو بعتلكم صورة هاي الصورة انتو مش قادرين صورة الشخص ولكن قد ما هي الصورة جودتها قليلة انتو مش قادرين تفرقوا العيون مثلا عن الرموش بالصورة يعني العيون الشخص ورموشه مش قادرين تفرقوهم عن بعض تحس زي كان الالوان دخل في بعض تمام مرات بقولوا الصورة مبكسلة هاي معناته الصورة جودتها شو قليلة طيب لو انا رفعت جودة الصورة بقدر ان العيون تكون واضحة واقدر ان افرق العيون عن الرموش صح ولا لا بكل سهولة معناته هاي الصورة دقتها عالية الصورة هاي عالية الوضوح واذا انتو بدكم توصلوا لا او تفهموا هذا الموضوع افتحوا على اي صورة عندكم بالتليفون لكم وصيروا كبروا الصورة اعملوا زوم 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 كل ما كبرتوا راح تصيروا تحسوا ان الصورة شو صارت باهدة الالوان دخلت في بعض تانكم تصلوا لدرجة انه مثلا كبروا عند العين تصيروا صعب انكم تفرقوا العين عن الحاجب او عن الرموش فاحنا هستفهمنوش يعني رزوليوشن او قوة التمييز او قوة او الوضوح هو انه احنا ايش هو انه اقصر مسافة بنقدر ان نميزها او نقدر ان احنا نلاحظها ما بين نقطتين داخل الصورة فانا عندي نقطتين قريبات من بعض لنموش والعين تمام اذا انا اقدرت اميز المسافة اللي ما بينهم اقدرت ان افصل ما بينهم فيه مسافة ما بينهم بتفرقهم عن بعض معناته هاي الصورة الها وضوح وضوحة عالية وضوحة لدرجة عالية لو انا مقدرتش اميز ما بينهم معناته هاي الصورة شو قليلتي شوية الوضوح فمعناته الوضوح هو ايش او قوة التمييز هي اقصر مسافة بين نقطتين قريبات من بعض يمكن رؤيتهما او يمكن هاي المسافة انه احنا نلاحظها ومنقدر من خلالها انه نفرق ما بين هذول النقطتين ويبينوا انه هذول النقطين من فصلات عن بعض اما لو كانت الالوان داخلة في بعض فمعناته هاي الريزوليوشن قليلة او الوضوح قليل فاحنا فهمنا شو يعني قوة التمييز او الريزوليوشن اقصر مسافة يمكن انه احنا او اقصر مسافة ما بين النقطين منقدر انه احنا نميز ما بينهم ونفصلهم عن بعض وطبعا هنا بيقولون اخر معلومة انه في المجاهر الضوئية قوة التمييز قديش بتكون 200 نانو الى 250 نانو يعني اقصر مسافة ما بين النقطين منقدر هذول النقطين نشوفهم مفصلات عن بعض 200 نانو لو كانت المسافة اللي بتفصل النقطين اقل من 200 نانو منقدرش انه نشوف هذول النقطين مفصلات عن بعض النقطين هذول رح يكونوا الالوان داخلات في بعض زي كانهم نقطة واحدة فهمتوا كيف؟ هاي هي قوة التمييز او الريزوليوشن طيب شو المتين نانو؟ شو النانوميتر؟ النانوميتر هذو عشرة وسناقص 9 من المتر تخيلين قديش؟ يعني جدا مسافة كصيرة احنا ياكا خلصنا عن المجهر الضوئي وبنحكي ان شاء الله بالفيديو الجاي عن المجهر الاليكترون